مجلس الإدارة قرر اليوم اعتماد الدفعة الأولى من علاج اللعب مؤمن زكريا نجم النادي اللي قال لربنا يشفيه وعافيه قيمة الدفعة الأولى لعلاجه الدفعة الأولى المبدئية 600 ألف جنيه كان النادي بعت جواب لوزارة الشباب والرياضة عشان يحصل على موافق ليه الأهل بعت لوزارة الشباب والرياضة عشان ياخد موافق مؤمن ما هواش مقيد في القايمة ففيه ظرف استثنائي انت عندك التزام تجاه واحد من ولادك عندك التزام تجاه نجم أعطى النادي الآلي في هذا الظرف المرض اللي ربنا يشفيه وعافيه منه الأهل لا يقصر أبدا لا معه مؤمن ولا معه غير مؤمن وأعتقد مؤمن محل الاتمام ورعاية جدا الدفعة الأولى المبدئية اللي الآلي أخد عليها موافقة الوزارة لأن احنا بنتكلم على مال عام محدش يقدر يتصرف كده من نفسه قيمتها 600 ألف جنيه كدفعة مبدئية أولى ألف سلامة على مؤمن وإن شاء الله يستمر في برنامجه العلاجي في نقطة أستاذ برايم الناس لازم تفهمها كل موضوع فيه شكل وفيه مضمون أو فيه موضوع الموضوع أنك عايز توقف مع مؤمن وتدي له مستحقات وما يستحقه وتوقف جنبه لكن الشكل بيستدعي منك سلسلة من الإجراءات علشان تأمن كل قرار أنه يبقى واخد السكة السليمة بالزبط أحياناً لما بتتأخر الإجراءات أنت بتقلق يا صاحب الحق فيبدو أنك أنت محدش لا هو نادي ليس سيستاند مؤمن للآخر ربنا شفي ورجعونا بالسلامة